اربع ايام يا شيخ لا احد رد على السؤال ومش هيرده ومش هيرده ولا حيقدروا يفتحوا موضوع رازية الخميس ده تاني قدام سني فالله المستعان انا وعدت ان انا اشرح موضوع رازية الخميس تاني فانا استغل الجمع له ونشرحه عشان اللي مش عارف رازية الخميس لان انتو عارفين ان البرنامج بتاعنا فضل الله عز وجل برنامج تعليمي عشان ازاي تقدر تحاور الشيعة لما يكلموا في صحابة النبي صلى الله عليه وسلم الحديث بيقولي يا اخوانا في صحيح البخاري لما حضر النبي صلى الله عليه وسلم قال وفي البيت رجال فيهم عمر ابن خطاب قال هلما اكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده ابدا قال عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم غلبه الوجع وعندكم القرآن فحسبنا كتاب الله واختلف اهل البيت واختسبوا فمنهم من يقول قربوا يكتب لكم رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابا لن تضلوا بعده ومنهم من يقول ما قال عمر فلما كثر اللغة والاختلاف عند النبي صلى الله عليه وسلم قال قوموا عني قال عبيد الله فكان ابن عباس يقول ان رزية كل رزية ما حال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين ان يكتب لهم ذلك الكتاب من اختلافهم ورغطهم النبي صلى الله عليه وسلم اللي هم دايما يقولوا النبي معصوم صح بأبي هو أمي يبقى إذن النبي صلى الله عليه وسلم لما يقرر حكما نحن نقرره بعده النبي صلى الله عليه وسلم سمع كلام عمر ولا ما سمع سمع لماذا النبي لم يرد على عمر نقول لهم ده حاجة اسمه إقرار السكوتي وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم مأمور كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن منكر لكن إزاي لازم الشيعة يطلع عمر يكفروه بأي شيء فأنا بقول لك النبي سمع عمر نعم علق على عمر لا طب ليه سكت على عمر خاف خاف من عمر مثلا قولونا خاف من عمر لماذا لم يعلق على عمر لماذا ما قلوش يا عمر اسكت هاتوا الكتاب ليه الرواية ما يستطيع أحد يجيب لي حاجة من بره وقول لي والكلام الفاضي ده في الرواية طيب جميل أول وعلى فكرة ما عند الشيعة رواية صحيحة في رزية الخميس ما عند الشيعة رواية صحيحة فيها ما عندهم فالله المستعال طيب النبي سمع عمر نعم سمع عمر كلم عمر لا ده يقال عنه إقرار السكوتي طيب أما للنبي صلى الله عليه وسلم غضب ليه النبي غضب لأن فيه مجموعة قالت مثلما قال عمر والمجموعة التانية قالت قدموا له الكتاب يبقى الاتنين مجموعة قالت أن النبي صلى الله عليه وسلم قد غلب عليه واجع وحسبونا كتاب الله يعني الموجود كتاب اللي عز وجل لا يأتي البطل من بين ihren وديها ولا من خلفه وفيه كل شيء تمام ما فررتنا في الكتاب من شيء خلاص تمام والقول والنحية التانية قالوا لا نقدم لهم كتاب لما حصل اللغط النبي صلى الله عليه وسلم يبقى حكم النبي صلى الله عليه وسلم قوموا عني فلا ينبغي عندننا بين التنازع قال لهم قوموا عني فلا ينبغي عندنا بيني التنازع ما تتنازعوش عندي تمام طيب جميل اول يبقى النبي صلى الله عليه وسلم كفر عمر لا زندق عمر لا قال عمر مش عارف ايه لا طيب جميل يعني ده قول النبي صلى الله عليه وسلم في عمر حتى لو افترضنا ان النبي صلى الله عليه وسلم ما قالش الكلام ده نتيجة الواجع ها كفر عمر لا قال لعمر اي شيء لا طيب المجموعة قل لا القوموا عني فلا ينبغي عندنا بيني التنازع شفت المسألة بسيطة ما فيهاش اي حاجة لكن الشيعة لازم ينفخوا فيها فلما نفخوا فيها جبناهم كل واحد من العمامة بتاعته وقلنا لهم تعالوا نحسبوكوا على النفخ ده مش انتوا نفختوا كبرتوا المسألة وكبرتوا عقول الناس فيها طب بنفس القواعد اللي انتوا استعملتوها في عمر حنستعملها في علي ابن ابي طالب رضي الله عنه وارضاه فين في نفس الرواية يطلع لك با يقول لك انت بتكره علي انت مش ناصيبي انت مش عارف ايه انت ايه يا جماعة مش انتوا اللي حطيتوا القواعد يبقى القواعد تطبق على كل وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ايه قوموا عني فلا ينبغي عندنا بين التنازم انبسألة بسيطة ايه بسيطة ما وضح النبي صلى الله عليه وسلم حكما والنبي صلى الله عليه وسلم عنده الخميس والجمعة والسد والحد والاتنين ولم يكتب الوصية طب يا وليد يا اسمعين انت الوصية دي كانت لعلي انت ايش عارف اهلك يعني ايش عارف اهلك يعني عرفت منين النال علي طب ما انا ممكن اقول لعمر اقول لأبي بكر الصديق اصلي عمر ابن خطاء طب هو عمر عارف منين النال علي ولا عندكم عمر دلوقتي لصاحبه لا تكوني فالله المستعان اشتركوا في القناة